الدينار الكويتي يقفز أكثر من ثمان جنيهات بعد زيادة الفائدة والدولار قفز سعر الدينار الكويتي بنحو ثمانية فاصل خمسة وثلاثون جنيه في سعر الشراء كما ارتفع سعر البيع بنحو ثمانية فاصل ثمانون جنيه مقارنة ببداية التعاملات وقرر البنك المركزي المصري في قرار استثنائي اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة اثنان في المئة ووفقا لبيان من المركزي الخميس ارتفع سعر الفائدة في البنك المركزي الى ثلاثة عشر فاصل خمسة وعشرون في المئة للإيداع واربع عشر فاصل خمسة وعشرون في المئة للإقراض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة